هيلان مارن أو كما يحب أن يناديها البعض جلالة الملكة هيلان مارن ممثلة إنجليزية من مواليد 1945 ميرن دأبت على حفر طريقها نحو النجومية منذ ظهورها عام 1966 في أول فيلم لها بريسوف تايم بدور ثانوي لكنها ركزت في بداياتها في المسلسلات التلفزيونية مثل ITV Sunday Night Theater وCousin Bat وThriller وقدم لكثير من الأفلام Critical Care وTeaching Mr. Tingle وThe Roman Spring of Mr. Stone ولثلاثين عاماً بقيت هيلان مارن في ظل النجومية رغم ما قدمته من أعمال تنوعت بين الدراما والتاريخ والإثارة لكن نجمها لم يبزغ فعلاً إلى أن أدت دور الملكة في فيلم The Queen عام 2006 ومن هنا شاركت كبار نجوم السينما في أنجح أفلام هوليوود مثل State of Play مع النجمين راسل كراو وبين أفلك وشاركت النجمة فلستي جونز في فيلم The Tempest عام 2010 ومن أبرز أفلامها أيضاً رد بجزئين من شاركة النجمين بروس ويلس ومورغان فريمان وفيلم The Hundred Foot Journey وأخيراً Woman in Gold بالنسبة للجوائز السينمائية فقد ترشح 83 مرة وفازت بـ 106 جوائز سينمائية عالمية فازت هيلن بالأوسكار عام 2006 عن دورها بفيلم The Queen وبعد أن ترشحت له ثلاث مرات أيضاً ترشحت هيلن مرن تسع مرات لجوائز الـ Golden Globe وفازت مرتين الأولى عن دورها بمسلسل Lose Chase عام 1996 والثانية عن دورها بفيلم The Queen مجدداً شكراً لك شكراً لك شكراً لك